لك المرد و لك القوة و لك الهي و لك الملك أمين الليلو يكريا نايسو يكريا نايسو يكريا نواب نايسو موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة ويأتيهم باسم العلي إخوها بشيري انبوري وسيرو عريو تشير عريو تشيري عريو تشيري عريو تشيري موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فقام الملك نبو خزنصر صنما من ذهب وأمر لوقته هكذا قائلا إني قلت لكم جميعا يا معشر الشعوب والأمم والقبائل والألثن أنصتوا وتأملوا لكلامي إذ ما سمع لصوت البوق فخروا لوقتكم وازجدوا لصورة الذهب وإذا لم تصنعوا هكذا ولم تسمعوا لقولي للوقت تلقونا في أتون النار المتقد فلما سمع هذا الكلام خروا وسجدوا أمام الصورة الذهبية ما عاد الثلاث الفتية القديسين صدراك وميساك وأبد ناغ فإنهم لم يطيعوا الملك ولم يزجدوا للصورة بل تقوّوا في قلوبهم وفي نفوسهم وأكسادهم وأقاموا على إيمانهم بالرب إله السماء فلما سمع الملك غضب غضبا عظيما وأمر أن يربطوا ويلقوا في أتون النار المتقد وإذ بملاك الرب قد نزل من السماء ونفض لهيب النار وصياره كالندى البارد والثلاث الفتية القديسين مشوا في وسط الآتون وكانوا يسبحون الله بفرح مع ملاك الرب ثم وقف عظريا في وسط الآتون وفتح فاه وبارك الله هو ورفقته معا قائلين مبارك أيها الرب الله سبّحوه وزيدوه علوا مبارك هو اسم مجده القدوس إلى أبد الأبد بارك الرب يا حنانيا بارك الرب يا عظريا بارك الرب يا ميسائي العبيد الله العلي بارك الرب يا جميع خائفي يا جميع خائفي الرب إله السماء سبّحوه ومجدوه وزيدوه علوا إلى الأبد قد آمن الملك بالله وكل الكلدانيين الذين في مملكاته وأقام الثلاث الفتية القديسين على كل ما له اطلوب من الرب عنا يا ثلاث الفتية القديسين سدراك ومساك وابدناه ليغفر لنا خطيانا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين كل سنة وانتوا طيبين شباب وشبات في هذه الليلة ليلة تسبحة تسبحة كياك وبحضور الأباء الأحباء والأباء الأسافة والأباء الكهنة وخورس الشمامسة وكل الشباب والشبات من إبرشيات كثيرة إبرشيات في الصعيد وإبرشيات في بحري وإبرشيات القنال وأيضا من مناطق القاهرة والمناطق الرعاوية وأيضا الإبرشيات من منطقة القاهرة الكبرى كل سنة وانتوا طيبين واعتدنا يكون لنا هذه التسبحة في آخر أيام السنة وبنبقى كلنا كشباب وكشبات نتطلع لعام جديد عام 2020 أو بيسموه 2020 وبنتطلع لسنة جديدة وأيضا حياة جديدة والحقيقة من الحاجات الجميلة اللي ممكن نحطها قدامنا كشباب وكشبات إن احنا نحط لنا مثال واختبار المثال هو أمنا العدرة مريم أمنا العدرة مريم اللي عمالين من أول التسبحة بنتكلم عليها وبنقول عليها إنها فخر جنسنا وبنمدحها بمدايح كثيرة وبصفات وبأوصاف وبنبوات وبنتكلم وبنحط قدامنا أمنا العدرة مريم كنموذج حي بس الشطارة فينا ما يبقاش ده مجرد نموذج أو سيرة بنتكلم فيها وتنتهي وخلاص عايزك تاخد وتتعلم من أمنا العدرة مريم تقول لي أنا شاب أنا العدرة مريم هتعلم منها إيه أو أنا شابة عايشين في الزمن بتاعنا ده ده أمنا العدرة كانت في القرن الأول الميلادي وأمنا العدرة كانت بالطبع قبل ميلاد المسيح فهي عاملة زي الكبري أو الجسر اللي بيربط ما بين العهد الأديم والعهد الجديد ويمكن يخطر في بالك أمنا العدرة اللي فات عليها عشرين قرن من الزمان هنستفيد بيها إيه النهاردة هقولك الإجابة وعلى لسن أمنا العدرة مريم نفسه في أحد شهر كياك بنتقابل في الأحد الأول لما الملاك جهي بشر زكريا وقالي صباط بنهاجلهم يحنى المعمدان أعظم موليد النساء لكان وعد وجالهم فعلا وفي الحد الثاني في كياك بنتقابل ويا أمنا العدرة مريم البنت الصدية الفقيرة اليتيمة اللي عيشة في الهيكل وبنتقابل وياه هي بيجي لها الملاك ويبشر وطبعا كلام كان غريب عليها خالص وعلى ما سمع لكن في النهاية قالت له هو زنامة الرب اللي يأكل ليك خقولك أنا ما ليش حاجة في الموضوع خالص في الحد الثالث وده الحد الجميل اللي بتيجي أمنا العدرة مريم اللي بتمثل الصدية وتمثل العهد الجديد تتقابل وياه ألي صباط السيدة المتقدمة في السن اللي بتمثل العهد القديم يعني العدرة مريم والقديسة ألي صباط بيتقابلوا أياه بعض مقابلة وحدة وحدة لكن هي في الحقيقة مقابلة عهد وعهد العهد القديم والعهد الجديد أو زي ما بنقول ويمكن بتقرؤ وتسمعه يقول لك تسليم وتسلم يعني العدرة والقديسة ألي صباط في حركة تسليم وتسلم في الحد الرابع بنتقابل مع يحنى المعمدان وتحقق الوعد اللي كان في الحد الأول وتحقق في الحد الرابع ورا على طول نحتفل بعيد الميلاد ومجيء ربنا يسوع المسيح وتجسد أرجع وأقول لك العدرة مريم النموذج القديم يفيدنا يهي النهاردة أقول لك على الاختبار العدرة مريم لما قابلت قديسة أليسة باط وتكلموا يا بعض وقفت تسلي بس لما وقفت تسلي قالت تسبيحة جميلة جدا والتسبيحة دي مستوحى أيضا من العهد القديم زي تسبيحة حنى أم صمويل لكن عايزك وعايزك تقف ويايا قدام العبارة الأولى اللي افتتحت بها التسبيحة بتاعتها كلكم حفظنا تعظم قولوا اياي ولا نايمين تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي هذه الافتتاحية هي اختبار وشعار وتدريب يصلح لنا جميعا ندخل السنة الجديدة وإحنا عندنا التدريب ده تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي كررها كده في سرك تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي ده أمنا العذرة بتدينا الاختبار ده عشان نقدر نعيش به وده اختبار لحياة الإنسان تعالى اشرحولك ازاي ممكن نعيش وسوى في الاختبار ده مقطعين تعظم نفسي الرب والمقطع الثاني تبتهج روحي بالله مخلصي المقطع الأولاني تعظم نفسي الرب يعني ايه باختصار شديد يعني أن يكون الرب يسوع المسيح هو الأول في حياتك هو الذي له التعظيم وهو الذي له المكانة الأولى وتعظم نفسي الرب يعني بحط الله في مقدمة كل عمل بعمله يعني أنت لما بتقف تصلي باكر كأنك بتقول تعظم نفسي الرب لما بتقف تصلي صلاة الغروب والنوم كأنك بتصلي وبتقول تعظم نفسي الرب لما بتصوم تعظم نفسي الرب ولما بتسبح تعظم نفسي الرب بمعنى ايه بمعنى أن حياتك ما تبقاش جوة كنيسة مفصولة عن برة في المجتمع بتاعك معظمكم طلبة بتدرسوا في كليات كتيرة وجامعات كتيرة وبتكتهدوا أول حاجة تعظم بيها ربنا كلامك كلامك اللي بيطلع منك يا ترى كلامك ده بيعظم اسم ربنا ولا كلامك بيطلع من بقك كده كلمات مش لائقة وكلمات مش مناسبة وكلمة مش في محلها أول حاجة تساعدك أن كلامك يعظم الرب يعظمه يمجده كلامك وانتو بتتكلموا يا بعض في كلياتكم وفي معاهدكم كلامك صح ولا كلامك كده فيه ريحة مش حلوة ولا كلامك فيه كده تلمحات مش نقية ولا كلامك أحياني يجرح الآخر ولا كلامك ينقل سير أو يمسك في سير آخرين كلامك شكله إيه أول حاجة تعظم بيها ربنا كلامك ما يصدر وخدوا بالكم يا شباب في العزة على الجبل المسيح علمنا إن لو إنسان قال كلمة وحدة بأربع حروف تخلي مكانه بعيد عن السماء ويكون مستوجب نار جهنم كلمة وحدة كلمة يا أحمق أحمق كلمة من أربع حروف كلمة صغيرة لكن تجرح وتقتل إنسان اوعى تكتب وانت قاعد على النت كلمة تجرح بيها آخر اوعى تتكلم كلمة تجرح وتقتل بيها آخر وإلا كيف تعظم نفسك الرب دي نمرة واحد نمرة اتنين عظم اسم الرب في حياتك من خلال اجتهادك ونجاحك عندما تصير ابن لله وبنت للمسيح إزاي أنت في دراستك في اجتهادك في نجاحك بتمجد اسم الله العذرة مريم ما دخلتش الجامعة وأيامها ما كانش فيه جامعة وما يمكن ما كانش فيه مذاكرة زي المذاكرة بتاعتنا النهاردة لكن أنت النهاردة في الدراسة بتاعتك اوعى تستهين بيها العالم النهاردة تقدمه عايز الشخص الناجح جدا المتفوق جدا والصراع بين الناس كده الصراع في العالم كل من سنة كده كنت في أمريكا فكان قابلت واحد صاحب شركة كبيرة قوي والشركة دهية أمريكية عايزين ناس في الاي تي اتقدم لهم متين شخص خده ثمانية فبقول له شبعنا ثمانية يعني قال لي احنا كنا عايزين متين بس مش لقيين اللي جمدون هم اللي على كفاءة هل أنت ناجح ومجتهد بتتشطر تقول لي ما أنت عارف التعليم وعارف الأساس ده وعارف الجامعات وعارف الزحمة أقول لك عارف لكن اجتهادك الشخصي هو اللي هيقدمك في المجتمع اللي أنت فيه وتعظم اسم الرب باجتهادك من نجاحك نمرة ثلاثة تعظم اسم الرب من خلال خدمتك خدمة بتاعتك تخدم تعلم الخدمة المفترض أن احنا كلنا خدام صح مجالات الخدمة بتختلف من واحد للتاني بحسب مكانه أو بحسب المسئولية بتاعته لكن خدمتك يعني أنت إنسان تخرج من أنانيتك أصبيني وبينكم الإنسان الأناني ملوش مكان في المجتمع الأناني ده يعني عايش لنفسه وخد بالك كل ما الواحد يخرج من ذاته وينطلق نحو الآخرين في العالم ده كله يستطيع أن يعظم ويمجد اسم الله بخدمتك يعني أنتم مش في حاجة أن أنا أقول لكم أمثلة لكن واحد زي الدكتور مجدي يعقوب كمثال صغير أو طالب زيكم في يوم الأيام وتعلم في جامعة مصرية واكتهد وسفر برة ونجمه لمع جدا ويعرف إن خدمته هي تستطيع أن تعظم اسم الله فجه وابتدى يعمل مستشفى وخرج عن المألوف بدل ما تبقى المستشفى في القاهرة عملها في أسوان وابتدى يخدم فيها ويدرب ناس ده مجرد نموذة ويوجد زي نمازج كثيرة جدا قدامك التلاتة دور عزم اسم الله بكلامك وأقوالك عزم اسم الله باجتهادك ونجاحك عزم اسم الله بخدمتك وتعبك من أجل الآخرين ده المقطع الأول المقطع الثاني تبتهج روحي بالله مخلصي تبتهج روحي بالله مخلصي خدوا بالكم من كلمة البهجة البهجة دي حاجة راقية أو مشاعر راقية من الفرح مجرد الواحد يفرح كده خمس دقايق ولا حاجة سمع خبر حلو لا ده البهجة دي حالة وجدانية نعيش فيها كلنا الشخص الطالب الطالبة الشاب الشابة اللي يقدر يعيش هذه المشاعر اسمع كده العذرة مرية بتقول ايه تبتهج روحي بالله مخلصي روحي يعني اعماقي وفيه ابتهاج بس الابتهاج الغالي ان الواحد فينا يكون فرحته دايما بالله المخلص بيسوع المخلص بالصليب علشان كده بتلاقوا الكنيسة بتكلمنا الليل ونهار على الصليب وتكلمنا الليل ونهار عنك تعمل علاقة قوية بينك وبين المسيح تقول لي بس انا مشغول وانا عندي دراسة كتيرة وانت عارف الامتحانات وبعد كده هشتغل والشغل ده هت هياخد وقت كتير ويمكن اشتغل شغلانة او اتنين كل ده كويس بس اخد بالك مش هتطرح قلبك ابدا غير مفتاح السعادة كلنا بندور على مفتاح السعادة في حياتنا واحد يدور عليه في الفلوس واحد يدور عليه في الدراسة واحد يدور عليه في المناصب واحد يدور عليه في الاسرة واحد يدور عليه باي سورة من الصور لكن السعادة الحقيقية والبهجة الحقيقية اللي تعيش جواك هي بهجة الخلاص يعني ايه الخلاص يعني المسيح الذي اتى وتجسد وصلب من اجلي ومن اجلك ورفع على الصليب ومات على الصليب ثم قام من اجل ان يمنحني هذه الفرحة هذه البهجة ليه قص المسيح الوحيد اللي جيه علشان يمسح خطيتي محدش تاني عنده هذه القدرة مفيش عشان كده اسمه المسيح ماسح الخطية ماسح الخطية هو الذي يستطيع ان يخفر لي زنوبي يخفر لي خطاياي علشان يرفع عن الانسان وغز الضمير الداخلي كلنا محتاجين بهجة الخلاص ومنها العدرة تقول تبتهج روحي بالله مخلصي الشباب والشباب اعرف في كل مرة بتقف تصلي انت تحصل على بهجة الخلاص في كل مرة انت بتعترف وبتمارس سر التوبة انت تحصل على بهجة الخلاص في كل مرة تتقدم للأسرار وتتناول وتشعر في داخلك بالمسيح الذي تثبت فيه ويثبت فيك انت تنال بهجة الخلاص بيصعب علي كتير لما قابل شاب او شابة ويكون كده عنده قدر من الحزن قدر من الاكتئاب قدر من القلق قدر من الاهتزاز شخصية مهزوزة اما العيش والمسيح بياخد بالسمرار بهجة الخلاص لو انا سألتك امنا العدرة كلها شخصية تقول لي طبعا كلها شخصية طب شخصيتها دي جت من اين جت من حاجتين دول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي عشان كده يا شباب مع بداية السنة الجديدة اللي هتبتدي بعد ايام وانت عايز تحط قدامك شعار وهتحاول تطبعه على نفسك وتحاول تتأمل فيه وتحاول انه تكتبه ويكون قدامك كل يوم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي امنا العدرة النهاردة هي المعلمة لنا وهي المثال وهي النموذج وبتقدم لنا الاختبار ده اختبار للحياة واختبار ينفع ان احنا ندخل به السنة والسنة ونفرح بيها عايز اقولك اخر حاجة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي احنا داخلين على سنة رقم عشرين السفر رقم عشرين في الكتاب المقدس هو سفر الامثال وسفر الامثال ده بيسموه مدرسة الحياة عشان كده خدوا تدريب حلم بجوار الشعار اللي حطناه للسنة الجديدة وابتدي اقرى سفر الامثال كل يوم غير الارايات بتاعتك التاني او غير ما يقرره معك او باعترافك سفر الامثال واحد وثلاثين اصحاح يتناسب مع كل شهر في واحد وثلاثين يوم اقرى سفر الامثال بحسب تاريخ اليوم يعني النهاردة يوم ستة اقرى الاصحاح السادس النهاردة يوم سبعتاشر اقرى اصحاح سبعتاشر النهاردة يوم تسعة وعشرين اقرى يوم تسعة وعشرين ولما تخلص الشهر ابتدي اقرى مرة تانية لو انتظمت في التدريب ده خلال السنة هتبقى تكون قريته 12 مرة واللاثناشر مرة دول سفر الامثال مستوا انه مش حكاية متصلة ورا بعضها افرد يوم كسلت او يوم غبت او يوم انشغلت مجرش حاجة كمل في اليوم اللي بعديه بحسب تاريخ اليوم بس المهم ايه المهم انك تلقط مبادئ لحياتك المهم انك تتعلم وكأنك داخل مدرسة اسمها مدرسة سفر الامثال او مدرسة الحياة وتحاول انك تتعلم من السفر ده اختبارات كتيرة تبني بيها شخصيتك يبقى لك شخصية في المجتمع بتتعلم في الكلية بتاعتك حلو خالص بتقرأ اراءات خاصة جميل لكن المهم ان شخصيتك تبقى ذات حضور وصفر الامثال هيساعدك على كده كتير كل سنة وانتو طيبين وسنة جديدة سعيدة عليكم وأمنا العدرة وهي بتقول لنا كلنا تعظم نفسي الرب بعظم اسم الله بكلامي وباجتهادي وبخدمتي وبتقول كمان تبتهج روحي بالله مخلصي من خلال كل الممارسات والوسائط النعمة اللي بنتعلمها في كنستنا يصير الانسان دايما ممتلق ببهجة الخلاص ربنا يحافظ عليكم ويبارك فيكم ومش عارف انتو نايمين ولا صحين نايمين مش باين يعني صحين يعني طب هتفضلوا صحين احنا في نص الليلة دلوقت تفضلوا صحين كل سنة وانتو طيبين تفضلوا صحين تفضلوا صحين معنا مكسيموس ودو مديوس بدء مديحي وكلامي في ماريام تبارثينوس تساعدني في نظامي اتشارني ديكي أس في خياس الطعوة وزراء باسم إسوس تساعدني في مديحي الأبي وماكسيموس ودومديوس بذلوا الرومانية ابو أورولا وانديوس وسكنها البرية مكسيموس ودومديوس ندقوا إلى حد جنوير مؤمن ويرو أسمع باغ الملك السماء مكسيموس ودومديوس تبعوا قول الإنجل وعملوا بالناموس وتأخذ نبراهيم مكسيموس ودومديوس وقد زاد بسبق حين دخلوا الفردوس وعلى روسهم تاجات مكسيموس ودومديوس عبوسهم ندعبك وتآنسوا بالوحوش ودوحوا بماغك والمال مكسيموس ودومديوس خلصوا الملك العالم وخزوا ليس المانجو ونالوا الفرح الداي مكسيموس ودومديوس بل هم قبل المامات ابنهم أنباء غبيوس أن يمضوا جبل شيئة اسكت مكريوس ذلك صار داوت شرح في إبصال موس أولاد ملو قصدوا إلى أمباء مقاريوس رويا مقوم البرية كشبني أنجلوس واحتروا للبطر يوركية مكسيموس ودومديوس دانوت عقص الروبان روت ابني أسهم عطود وصف عقص الوديان مكسيموس ودومديوس صاروا بغرس سعبت في حمالهمني عن جلود إلى جبل الإسكت مكسيموس ودومديوس شاكو كل زاولة عمرات باسم الرب القدس في الشم وجبل شهاك مكسيموس ودومديوس صاحب ثلاثين والحن أمير رب القدس وصاروا أجنج شجعاك مكسيموس ودومديوس دول الأكلين لرحنوا وطعوا فوق الرؤوس والبرار بهم عروب مكسيموس ودومديوس طوباكم يا أبهات يا أولاد مقاريوس يا كواكب جبل شيهات نصر السير المرموس طوباك يا أبو مهار طوباك يا مقاريوس يا أب جبل شيهات وكل الأباء الروس أعصي باي وشبابي وانا ماشي بكل أكس ورقاي اسم أمالي مفتح باب الفردس علي هوا قدرك يا رجاء نفت لا تنسي المرد العرب الخاطر بكل كد فلا أبو كل شاياك باسم الرب القدس وانا أخذ باحين مكسيموس ودومديوس واخري بول الروبان بؤور الوانديوس أولاد لك السلطان مكسيموس ودومديوس ألعنهم أبو من الأم مقاريوس وبالرب نفتح بهم مكسيموس ودومديوس كتبوا أسماءهم في مجمع الأباء الروس مع سائر أباءهم مكسيموس ودومديوس لبصوحوا للباهية حند خالوا الروس وآكل النورانية مكسيموس ودومديوس مغوثاً المسيح ودخلوا الفردوس وصحوا بالتسبيح معاني أنجلوس نالوا كل الإنعى باسم الرب القدس وصحوا تلاتي الوالحان مكسيموس ودومديوس هادية مصخورة عند الرب القدس ويقورة مصرورة للمالك لوانديوس لا تنسوا بطرتنا عند الرب القدس أم بطرس قدوتنا ننن يتنم أبس كوبوس لا تنسى يا سيدنا أم بطرس قدرس 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 هادية مصر المسيح نتحر نقص بطرس قدرس 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 نغوثا ما مصرى عن يا سيدنا وراءة مصرى وراءة مصرع void للمolis قدرسم والجيوس والذين نالوا الالعام منها مرة في القدس سماء في السلبان في علامة باستفرد وصرر المسيح فرصة تسكة مكاريوت وسلامي لما مويسي وأنبا زخاري سماء في ناس وعدينا الأمبيوت كان الفرس بالروس يا أولاد حبيبنا سماء الأبى بالفردوس أولاد الملوك سجنوك ماكسيموس ودومديوس يا جمال عاصي ريشان متشابق بالفردوس ما كان الأبى الروطى اسكت مكاريوس صوبك يا جبل زاهد فازل صدق ان يفت يا صاحب العكر الفاخد اسكت ما كان يفت موهر عشان ورحمة المطل كل الابايا الرؤوس وستكن دي جبل شيئا اسكت ما كان يفت قدمت مل العشرار ومأوال اللسوس سيارة بقبار متشابق في الفردوس شفكة روحانية جمعت من كل جنوس عشرار وحرمية سيارة بقبار ورساروك روحانية ما تكره وقصق وقصص واصبعوا لتيجا لبسي اولك مقار بيتيجا نورانية كتلالة وفوق العد شبه السمعين طغمتني انجلوس قدمت يا ابو معار قدمت يا مقاريوس يا فرقك دي جبل شيئا تصدر خطايا نفس يا قابل العشرار ولا سلصة ضاء نفس لكل من سكن اوزار اسكت ما قاريوس شا ذكرا في الاخطار كل امم واجنوس يا مسكن للروبا بسكت ما قاريوس شا مدمر يا جبلانية كتلالة نظروا ما قاريوس فوق الجبل العالي بينا دير البراموس سكنوا ابا ابرر صارح قليل قدس صارى الونار اولاد مقاريوس وسلامي الى مريا ماشا اطهرا الليل قدمت صاحبك الاسم العظم ومفاع بالفرغوس دي جيلة ريagon اتنشس افتر انتزاوتكم بسمع رياس مابن بنس بطير اند فيكان النب عنيفون نزرينا ريagon وني عرشي عنجلوس اساواب ميخايا اشتركوا في القناة 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 يونو طعامي الليلويا 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 زوك ساسي اوزي اوز كيمون الليلويا 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 بيقوق عمي مكيمة 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 الليلويا طبيبهم نودو صغصاجي إذ بمارية قصارو تسمرو أدن سوخ النيري يومي تسمرو أدن جيب كربوس المنوء الحل في بطنك البتولي أيتها المملوء مجدا موسيقى سبع طغمات السمائية والكراسي يمجدونها جيب تسمرو أدن سوخ النيري يومي تسمرو أدن جيب كربوس ونزا إلى أنبياء تكلموا بأجلك ملكا موسيقى 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 الملك المرهوب من هو الكرسي اللي انتي مبارك هو صمارة بطنك طالعوا العباء الابرر على كتب ابن بروبيتس وقالوا من اجلك اجهار مبارك هو صمارة بطنك مطقه دمجن وماليح وقاروشين وفرسينوس واحتر كل ليساً خاصيح مبارك هو صمارة بطن عند ميلادك افرحتي سيشعر من حسنية مبارك هو صمارة بطن مبارك هو صمارة بطن فقامت مريم تلك الايام نحو صمارة بطن فقامت مريم تلك الايام نحو يوهن اسم برودروموس فسجد لجانس حسس السجدات مبارك هو صمارة بطن كامت مريم تلك الايام نحو يوهن اسم برودروموس صمارة بطن كامت مريم تلك الايام نحو يوهن اسم برودروموس فنظر الى السر العظام مبارك هو صمارة بطن مبارك هو صمارة بطن كامت مريم تلك الايام نحو يوهن اسم برودروموس فقامت جد له في الوهن اسم برودروموس فقامت مريم تلك الايام نحو هو صمرت بطنك نشكالك يومي بفرسكوس قريبا بينار بنشوز اشفع فينا قدام ابنك مبارك هو صمرت بطنك هيكل طائر يا مريم صرتي للرب القدوس وعملتي السر لأعظم مبارك هو صمرت بطنك رضعتي من لبن سدئيكي لبن طاهر من بكر عروس حملتي على زرائيكي مبارك هو صمرت بطنك لأن الرب اخترت غريك صرتي عروسة للقدس تكبير وصارى في حجريك مبارك هو صمرت بطنك يا مريم خلصينا مهنبا ويزي يا فلوس ونحن الكل جيرين مبارك هو صمرت بطنك شوف ان شانر بصالين مارين بسكن وإهلوك جيبن شيس بخريستوس مهنبا ويزي تكبير وصدر مبارك انت في النساء ومبارك هو صمرت بطنك يا مريم يا أم الله العذراء الغير تانسا من موقف رشبك لها منك شمس الفكر واشرفة في جناحيها لأنه عالي هو أخذ الذي لنا وعطانا الذي له نسكحه ونمجده ونزيده حلوها باركاتي الضل من السماء ومقرمات ظلم الأرض أنتي خطي كلافك من يقدر أن يعصب قرامتي ليس من يشبهك يا مريم العذر الملكة تكرمك صراف يمكيتك لأننا زعل الشرقين أتى وتكسب مكين حتى اتحدنا به من كيف الصلاة هو أخذ الذي لنا وعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده حلوها باركاتي يا مريم وبركة سمرتي أيك والعذر أم الله أخذ الباتولية كذلك إن قبل الدور هذا وده جسد منك عاطيق الأيام قراج من باطني هو أخذ جسدنا وأعطانا روح الكدس وقعنا واحدا معه من كبه الصلاة هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده حلوه ساك سرطنا كرغات تعاليتي أنت عصر من جميعنا أني أنت فقر عزارة يا عمر يا مهاردة الحين المدينة النفسانية التي سكن فيها العلي الجالط على مركبة الشهر بمصير يومك دون حمانك على زرعيك المعطي طعام لكل زي جاسك من كبه الغفادي مسك سديك وردقه اللابان لأنه هو إلينا ومخلط كل أحد هو يرعنا إلى أباد لابد نسبحه ونمجده ونزيده حلوه أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده حلوه أي طرع الغفادي يعمل في الإله الحكيمة مستان العد لم طمه الحياة المقابة سامر الغطنه كي أتى وخلص المسكون ونقاط العدوة عنه ما قرر لنا خلامه من كبه الغفادي من كبه الغفادي وفي أمث المقدسة رد الإلسان مرة أخرى إلى لابده هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده حلوه أي طرع الغفادي أي طرع الغفادي يعمل في الإله الحديثة الشافع الأمينة الذي لجنس القراشة يشفعي فينا من المزيع الذي والتي لكي ينعم علينا بمغفرة قطيانا هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له سبحه ونمجده ونزيده حلوه العذراء مريم تصرخ في العيق قل سلامي أنا يعلمه الله لأني لا عارف شيئا سوى صوت الملك يبشرني الطرق من أكت إلي من السامة هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده حلوه لماذا أدعو كييتها العزراء كلت غدا ساء التي حملت غير المدرق وغير المحوي أيضا فأتصر ماذا حقي أيضا مزينة بكل قرامة لأنك سر في مسكنا بحكمة الله أنت يا السنار العقلي التي تصطاد المسيحين وتعلمهم السيطين للسلوس المحيين أنت التي حمل فيه عمودا نازرا موسى هو ابن الله أتى وحلى في بطنك صرتي تابوتان لخالق السماء والأرض حمل فيه في بطنك تسعة أشهر عددا أنت ومنتي على سعة السماء والأرض وصرتي لنا سبب للإردقاء إلى السماء أنت موضي أقصى من الشمس أنت هي نحية المشرك التي ينتظرها الأبرى في فرح وتهلم وكما على حواء الولادة بوجع القلب أما أنت فسمعتي براحي ممتلئة نعمة كلا أنا الملك ربي كل البارية أتى ونصني خطائها في صالح ومحب البشر أجل هذا نورة تلمعني صابتنا سيباتك قيل مبارك أنت في النزل ومبارك هو سمر البطن أنت لم تتسمى سنة مغابري يلبي عن بلوج شريكي خاريتو أو كيري اسمي تصو أنت موضي عريبا مبيوتي بروستاتيسا أنت موضي عريبا من شوي سيسوس بفرستوس أنت موضي عريبا قرحة رسولة يوم الجمعة بركات علينا أمين مبارك أنت في النساء يا مريم أم الله مبارك هو سمرتك الذي هو يسوع المسيح مبارك أكثر من السماء يا مريم العزراء لأنك أنت بخرج سنة نحن المسحين مبارك أنت يا مريم الملك أم الملك لأن الملك دائم أتى وحل فيكي نساء جسيرات نين المكرمات طفعتي أنت أكثر من جميعهن لأن ملك السماء والأرض أخذ له جسد منك ورضع النبن من سديك حتى أشدخ الشيطان هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له من أجلها أن تصلت رافته تجسد من هذه العروس حتى خلصنا من يد المضاد غير الرحوم العزراء مريم والدة الإله الحكيمة التي خلصت آدم من قبل ابنها الحبيب العزراء مريم الشفيع الأمينة في جنس البشرية أمام ضابط الكل العزراء مريم تصرخ في الهيكل أمام ابنها الحبيب لكي يكبر لنا خطيانة بمن أدعوك أياتها العزراء القديسة لأنك سرتي مسكنة لحكمة الله لأنك أنتهي السنارة العقلية التي تصيد المسيحيين وتصعدهم إلى السماء كما قال الفخوري أضأت أكثر من الشمس يا مريم السماء الثانية لأن الذي خلق السماء أتى وصار في حضنك سرتي لنا شفيع عند يسوع المسيح الملك الذي اعتمد في نهر الأردن وروفع على الصليب وضفن بالقبر وقام باليوم الثالث من بين الأموات كما بالقطب اشفع فينا عند ابنك الحبيب ليكبر لنا خطيانة اليوم السابع عشر من شهر الجهة المبارك تذكار نقل الكرديس لوك العمودي حقا أشرق لنا تذكار نقل جسد الصديق الناسق العظيم أبينا الكرديس لوك العمودي الراهب المختار لأنه رفض مكت هذا العالم الملكته من أجل المسيح يسوع ولبس على جسده ثوما حديديا حديديا وأقبل على الفضائل الحقيقية وقف على عمود سنينا كثيرة محتملا أتعابا شتى وأن الله محب البشر العارف بالأفكار وفي كلية القلوب وفحصه وعرفه فمنحه بعظم غناه قوة مهبة الروح القدس كم من الآيات والعجائب الكثيرة قد صنعها الله على يديه كإبراء المرضى بكل أنواع وإخراج الشياطين من أناس كثيرين ولما أكمل سعيه المقدس في كل أتعاب النسق تنيح بشيكوخة مقدسة وذهب إلى المسيح يسوع مخلصنا الذي أحبه من كل قلبه وعيد معه في ملكوته بصلواته يا ربنا أبنا مفران وطيانا صرتك كبا مضيئا على الأرض أيها البار العظيم مار لوق العمودي الذي جفف جسده بنسكيات عظيمة حتى أنعم الله عليه بشفاء جميع الأمراض من يقدر أن يحصى العجائب الكائنة من قبلك يا حبيب الله وفعله المختار في الحقيقة قد أشرق لنا اليوم تسقارك المقرم أيها الصديق العظيم الأنبى لوق العمودي لأنه قد فرح قلبنا وتحلل لسالنا بفرح روحاني في يوم تسقارك كمثل ما قال دهود النبي زفر الصديق تدوم إلى الأبن يا من قد ملأ كل موضع من تيب فضائره والأتعاب التي قبلها من أجل اسم ابن الله فلهذا قد أقبلوا إليك وتبارك منك الأسوذكسيون من أقاس الأرض ونالوا شفاء الأمراض وألامهم الجزدانية ومضوا إلى مساكنهم بفرح روحاني ولما أراد ربنا يا صار مسيح أن ينيحك من هذه الأتعاب الكثيرة ويمكلف إليه أسلمت روحك في يديه في السابع عشر من شهر الكيام وعيدت مع جميع القدسين في طورة الحياة اطلب من الرب عنها ليخذ لنا خطيان يا ربنا يسوع المسيح حام الخطيات العالم احسبنا مع خرافك فالياني عميناك فظهور كسامي ألا نقوم لا نسمع بالأعداد أنني لست أعرفكم بلنكن مستحقين لسمع صوتي كالحنون الممتلق ورحا جسر قائلا أعانوا إليا يا مباركي أبي في سوء الحياة الدائمة إلى الأبد يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي أصدقهم حاملين فضائلهم يأتي ابن الله في مجد ومجد أبي ويجازي كلها وحيدا كعاملين عاملنا عيوها المسيح كلمات الآب الإله الروح الوحيد أعطينا سلامك المملؤ فراحا كما أعطيته يقول لرسلك القديسين قل لنا مثلهم إني أعطيكم سلامي سلامي أنا الذي أخسته من هذه أنا أتركه معكم من الأنوى إلى الأبد يملك ذا اليوم اتصار إلى العلو بهذه التسبيحة أسكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطيانا المرضى اشفيهم الذين ركضوا يا ربنا يا أبي وأخواتنا الذين في كل شدة دعي يا رب أعنا وحياهم يوباركنا الله والنبالك اسمه الكوتو في كل حين تسبيحته دائما في أخواتنا ليغفر اسمرات نجيب يغفر نمرشيرينا من ابنه مع السواقية فيك غلط موشت موستنتين نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أبو عزراء القديس سوية الإله لأنك وأدى مخلص العالم ألمجدك يا سيدنا ولك المسيح فاخر رسلك للشهادات أهلي السقين سباة الكهاز فاخر رسلك للشهادات أبو عزراء القديس لو تواحد ناس يدعون مكتب يا رب ورحم يا رب بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الهداء وقفت بكل خارق السماء والأرض لا يرى ما لا يرى المؤمن رب المحيد يسوع المسيح إبم الله الوحيد المولود من لا قدر كل الضهور مور من مور لا حق من لا حق وولود غير مخلوق ساولا في جوار لازمي كان كل شيء هذا اللازم يأكلم على البلد وما أجل على القراص أنه أنه سلام من السماء وتلسل من الروح في قدس ومرحب العزراء تعالي الناس وصل العالم على هذا الناس البنتي أهلا ما قرأ قام بجال العالم في يوم الثالث كما في القدس وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبي طايدا ياتفين مجري يا دين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن كلا نعم نوم في روح القدس الرب المحمس من الآب نسجدانه نجده مع الآب والعب الناطف الأنبياء جنيسه واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترى المعبودية واحدة المغفر في الخطايا وانتظر كامل الأموات في حياة الضالثة أمين كريا لا يصن كريا لا يصن كريا لا يصن يا رحمة كريا لا يصن كريا لا يصن كريا لا يصن يا الله اسمعنا كريا كريانا كريانا يا الله انظر الينا كريانا 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 يا الله ترى علينا كريانا كريانا يصن كريانا يصن يا الله تراك علينا كريانا يصن كريانا كريانا يصن نحن شعبك كريا لا يصنكر نحن كل ذلك كريا لا يصنكر شكرا لا يصنكر نحن كل ذلك كريا لا يصنكر اشتركوا في القناة أنت ابن الله كريا لا يصون كريا لا يصون عاملنا بك كريا لا يصون كريا لا يصون لأنك تهيت وخلصتنا كيريا لايسون كيريا لايسون تعهدنا بخلاصة كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون واغفر لنا خطايا كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون رب الله القواتكم معنا لأنه ليس لنا معين في سليل وحقنا سوايا أسأل الله عن صعياتنا صعنا وردفنا 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 التي فعلناها معرفة وردفنا 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 كرحمتك يا رب وليس غطينا بأن الذي في السماوات لا تقدس اسمك لأيت ملكه وتقتل ما شاهدك كما في السماوات كذلك على الأرض أبزنا لذي بها دعتنا اليوم أغفلنا زنوبنا كما نفلنا وردنا المزيمين الليلة وتخلنا بتجربة شريب من مسياس ورد الفناك الملك والقوة المجهية بالإبناء هل هل هما نسأل مسيح اللي هنا هل هل هما نسأل مسيح ملكنا هل هما نسأل مسيح ملكنا هل هما نتضرع المسيح مخلصنا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا بشفاة القديسة مريم وجميع القديسيك أحبظنا ونبدأ بدا بدا الحسنا ارحمناك كإرادتك إلى الأبد الليل عبر نشكرك يا رب ونسأل أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلوك كما حق للدعوة التي دعيتم ذهب كل توضع القلب والوداع وثور الأنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة مصرعين لحفظ واحتانية الروح برباط الصلح الكامل لكي تكونوا جسداً واحداً روحاً واحداً كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد رب واحد إيمان واحد محمودية واحدة واحد والله بكل أحد واحد وإذن ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقم من بين أموات في اليوم الثالث وأقامنا معه واحد والروح القدس المعزي الواحد أقنومة منبسط من الآبي طهر كل البرية يعلمنا أن نسجد للسالوس القدس لهوت واحد طبيعة واحدة نسبح ونباركه للأبد أمين صلاة باكر نهار نقدمها المسيح ملكنا وإلهنا ونرجوها أن يخفر لنا خطيانا كثيرة من مزامين تلاتين معلمنا داود إلنا وبركاته علينا أمين ترجمة نانسي قنقر زكساسي أصفص مقدس بشارة الإنجيل لمعلمنا ماريوحان البشير والتلميز والتعب باركاته علينا أمين في البدء كانت كلمة والكلمة كان عند الله وكانت كلمة اللحزة كانت بالبدء عند الله كل شيء به كان وغيره لم يكن شئين من مكان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور أداف الظلم والظلم ولم تدركه كان إنسان مرسل من الله أسمه حنى هذا يجاه للشهادة ليشهد النور يوم من كل بوسطه لا يمكنه النور بل يشهد النور كان النور الحقيقي الذي ينيه لكل إنسان يتعني العالم كان في العالم وكوان العالم به ولم يعرف العالم إلى خاصة إيجاهة وخاصة الأم تكبره وأما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان ونسير أبناء الله الذين يؤمنون باسمي الذين ولد ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة راكل لجن من الله ولد والكلمة سهر جسد محل فينا ورأينا مجديه مثل مجديه ابن وحيد لأبي مولونه ونعمن حقا يحل نشهد الله وصرحه قويلا هذا والذي قلت عنه أن الذي أتي بعد كان قبلي لأنها كان أقدم مني ونحن جميعا أخذنا مني منه ونعمة عوضنا عن نعمة لأن النموذ بمصر وعطا من نعمة والحق بإنسان المسيح الصغر ليك مقبل رب السلام والمجدولات ومشبه للسوء سمريوتا وصوصا منما صوات جاوية سوتي مينين آيان أيها النور حقيقي الذي يضيء كل السينات عامتين العامة وحبتك للبشر كل خلق ثلاث ماجهة خلصت أبانا أداما غواية وعطا ثم نحوها مطلقات الموت وعطتنا روح البنوة فنسبحك ونبارك القائلين عندما دخل إلينا الصباح المسيح لهنا النور الحقيق قد تشرك في نحواص المضي والأفكار النورانية ولا تغطين ظلمة الآلام لك إن سبعك مئة مع داود قائلين سبقت عنا يوقف الصحة لا تبهي جميع أفوالك اسمع صواتناك عزيم رحمتك ونجينا يا رب الله هنا بتحننا أنت يا أم النور مكرمة شارق شمسة مغاربها يقدم لك تمجدات أوليتي لها السماء الثانية لأنك أنت يا ظهر النيرة غير المتغيرة والأم الباقية عزراء لأن الآب اختارك والروح قدو الظلال لكل ابن تنازل وتجسد منك فاسألي أن يعطيك خلاص للعالم الذي خلقه ونجيه من التجارب وأن نسبح تسبحان قديم وبالكل آيان وكل أهوان ولدهر الضور أمين نسألك يا رب إسمعنا ورحمنا واخلي لخطى يا نامين اشتركوا في القناة يا الله اشتركوا في القناة 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 المجد والقرامة يا لقالب الثلوس بشافع الجميع صحيح يا رب العملة من محفرة وضيانا أباؤنا الرسل بشر الأمام بإنجيل يسوع المسيح خرجت أصوتهم الأرض كلها وبلت كلم أطار المسكونة بصلاة والسدد الأباء الرسل يا رب العملة من محفرة وضيانا حين غير مضمع حلقة على العرب على جامع صفوف الشهداء أنقذهم وخلصهم لأنهم التدوا لي وعيدوا معه في ملاكوتي بصلاة والجامع صفوف الشهداء يا رب العملة من محفرة وضيانا يا رب العملة من محفرة وضيانا سلام لي يا النابي المدعب وقال شاعة المسيح المختار مبشر العظيم في كرة مصر ماركوس الرسول مدبر هالأول عندي أم الله يا مريع بالعزرة اطلب منه عنا أن يرحم جنسينا لكن عظيم أبونا أنبس ويروس اللي دعا التعين مقدسة وقلنا أبونا المعدر أبادي يسكر أصحاب عن الإيمان دلها رضيكا كل أبنا الذين أرضوا رب بركة المقدسة كلنا حريسا بالصوات لما عملة يا الله مكفرت خطينا وعطينا سلاما مرحمك يا إلهي غير مخصى وكذية جدا هي رأفتك خطرات الموطر مخصى عند الجامعة ورمض البحر كينام عينك فكان بالحريخ خطايا نفسي هذه الظهر أمامك يا ربي خطايا لسا مخصى يا ربي لا تذكر ولا تحسب أسامي فمشار اخترت والزنيح الأسطى والس اليامين يا سيدي ذكرت والأيضان الخطي يا سيدي علمني عن أصنع توباتك لأنك لا تشاء موت الخطي مستأن يرجع وتحيا نفسه ربنا يا الله إلى خلصات وعملناك صلاحك لأنك أنت صالح ورحوم فلتدركنا رفعتك سريعا برحر كلنا يا رب الإله مخلصنا ورحمناك عظيم رحمتك هؤلاء أذكرهم يا سيدنا المسيح وفي وسطنا صارفا قائلا سلامي أنا غاضبكم سلام أبي على طرفهم معكم يا ملك السلام أعطينا سلام وغفر لنا خطينا وبرك عدا الكنيسة وحصنا فلا تتزعز عيلا الأبا ما نريدنا في وسطنا الآن بمجدي أبي والروح القدر يبركنا كلنا ويظاهر قلوبنا ويشفي أمراض نفسنا وحصدنا ويشفي أمراض نفسنا وحصدنا أبا حصدنا محصدنا أبا حصدنا شكرا شكرا شكرا